سبوتكا يهاجم مؤيدي فلسطين بعد اقتحام البرلمان النمساوي شرطة فيينا تؤكد استمرار التهديدات الارهابية بقية العام غالبية الاوكرانيون في فيينا عاطلين عن العمل بسبب المساعدات اكتشاف اجزاء من بقايا بشرية في قناة مائية بفيينا وثلث حالات الزواج في النمسا تنتهي بالطلاق واخيرا اكثر من ربع اليافعين في النمسا يفكرون بالانتحار مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم اعرب رئيس البرلمان النمساوي فولفغانك سبوتكا عن انزعاجه بعد اقتحام مؤيدين للقضية الفلسطينية جلسة البرلمان امس معتبرا ذلك استهتارا بالمؤسسة الديمقراطية وقام عدد من الناشطين الفلسطينيين واليهود خلال احتفال البرلمان بالذكرى السنوية لاعادة حقوق الانسان برفع اعلام فلسطين مرددين شعارات ضد المجزرة في غزة ومتهمين النمسا بالمشاركة فيها واكد سبوتكا ان البرلمان سيناقش الحادثة معتبرا الفاعلون داعمون لحماس واوضح ايضا بان البرلمان سيبقى بيتا مفتوحا للجميع اعرب رئيس شرطة ولاية فينا جيهارد بريشتل عن قلقه ازاء استمرار التهديدات الارهابية خلال العام الحالي نظرا للوضع الصعب في الشرق الاوسط واكد بريشتل على ضرورة مراقبة التظاهرات المؤيدة لفلسطين من الاستخبارات والشرطة السياسية مشيرا الى اهمية التوازن بين مكافحة الارهاب وعدم التأثير السلبي على حياة المواطنين محذرا من ازدياد التحريض على الكراهية خلال هذه التظاهرات واكد على التزام الشرطة في فينا بمحاربة اي عنصرية ضد اليهود وتعزيز التعاون مع الجالية كشف تقرير لمكتب العمل ان حوالي سبعة الاف نازح اوكراني يعملون من اصل ثلاثين الف يعيشون في فينا وبين التقرير ان معظمهم غير مسجلين بسبب مخاوفهم من فقدان حقوق الرعاية الاولية حيث يوجد حوالي خمسة عشر الف ومئة وثمانين شخص يعيشون ضمنها ويبين ايضا التقرير ان نحو ثلثهم في سن العمل ويعمل معظمهم بشكل رئيسي في الضيافة والتجارة ورغم تأهيلهم الاكاديمي المرتفع الا انهم يشغلون وظائف دون مستوى تأهيلهم بسبب صعوبات تعديل الشهادات اكتشف صياد سمك قدما بشرية في قناة قناة مائية مارشل فيلد في فينا الحي الواحد والعشرين حيث قام غواصون تابعون للشرطة بانتشال مزيد من اجزاء الجثة واشارت التحقيقات الى ان الاجزاء المكتشفة تعود لرجل وتجرى التحقيقات بوتيرة سريعة وافادت الشرطة ان عمليات البحث لم تكتمل بعد ولم تكشف حتى الان عن عدد الاجزاء البشرية المكتشفة واكدت انها ستتحقق من التقارير حول الاشخاص المفقودين فيما تستمر التحقيقات سواء كان ذلك نتيجة انتحار او حادث او جريمة عنف كشفت بيانات موقع بتروكز تيست تصنيف معدلات الطلاق في النمسا ان ثلثي الزيجات تنتهي بالطلاق وتصدرت مدينة مودلين في النمسا السفلة القائمة باعلى معدلات الطلاق تلاها شتير ثم سانت بيلتين فيما تعد بودنس وكوفشتين مناطق تحظى بفرص جيدة للزواج وبنسب طلاق متدنية واشارت البيانات ايضا الى انخفاض معدل الطلاق عام 2022 مقارنة بالعام السابق مما يظهر اتجاها ايجابيا نحو الزواج مجددا اظهرت دراسة لفحص الرفاهية العقلية للاطفال والشباب في المدارس النمساوية ان 27% من المشاركين قد فكروا بالانتحار وبينت دراسة ايام الصحة العقلية ان 54% لم يجدوا عروض مساعدة عبر الانترنت حول مشكلات الانتحار وقد شملت الدراسة 8000 طالب وطالبة واشارت الى ان الاطفال يقضون 3 ساعات ونصف يوميا على هواتفهم وان 67% يشعرون بالكآبة و60% ابلغوا عن مشكلات في التركيز مع ارتباط المزاج السيء بوسائل التواصل الاجتماعي كانت هذه النشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفو جرات على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعة امسيا سعيدة والى اللقاء شكرا لحسن المتابعة